سؤال ينبع من التصريحات الرسمية الفرنسية من قبيل أن وزير الخارجية لورون فابيوس صرح بأن الأولوية هي الحرب على داعش وليس رحيل بشار الأسد يعني واضح أن العواصم الغربية بدأت تميل أكثر إلى يعني أن الانخراط أكثر في الحرب على تنظيم الدولة بوجود النظام السوري الحالي هذا سيكون خطأا كبيرا جدا فالدعم الأكبر لداعش هو نظام الأسد ومتى ما بقي الداعش فالأسد سيبقى لا يمكن تخيل الأسد بلا داعش ولا داعش بلا الأسد أريد أن تدرك هذا بشكل خاص فداعش تبيع النظام النفط والتنظيم يحصل على الدعم المالي من النظام هذا واضح لا يحتاج لشرح ولقد صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بذلك من خلال الوثائق أي وثيقة أخرى يريدون ولهذا فأنا أعتقد أن ما تقولين لا يتعد أن يكون أخبار صحف غير جادة طيب ونحن نتحدث عن النظام السوري نعرش قليلا على الداعم الرئيسي للنظام السوري على إيران أعلنتم استياءكم من التصريحات الإيرانية المؤيدة لوجهة النظر الروسية في موضوع إسقاط الطائرة الروسية هل تشهر تركيا إلى حد ما أن محورا إيرانيا روسيا يتشكل ضد تركيا أو تشكل أساسا بالأصل؟ أنا أجد أن سياسة إيران طائفية وبسبب مقاربات إيران الطائفية هذه فللأسف هناك اختلافات بينها وبين تركيا بسبب صراع سلسلة قيمنا وقيمهم